وقت تكون عايش ببلد بلبنان وين ما عندك عدالة وما فيك توصل للحقيقة ما في طريقة واضحة تقدر توصل لازم لازم نبالش نشتغل ونعمل R&D مثل عام عملنا الشغل استراتيجي يعني سنقجبنا يعني الناس والشركة يعني الليوم بعقده وشغلوا معنا من الأول Human Rights Watch, Legal Agenda Legal Action Worldwide جايز شو ما نعمل انه شو المصار عملنا ليستة عشرين options وشغل يعني عم نحكي بجان 2021 بيقول مع عشر أشخاص يعني شغلتهم حقوق الإنسان طيب شو ما نعمل لأنه ما عندك ما في الوجوء للعادالة بلبنان وفيه بلد فيه كم بلد مثلنا هيدا الشي بيقتل بسيدة من محلين غلط عنا دولة ملنا دولة عنا مجرمين حكمين عيصابت بس هول المجرمين الحكمين حلوا عالشعب يعني اليوم الشعب لقلو حقه مش موجود حقه هو اللوكس طبعه مزبوط نزمعك مصاري فيك تحصل على حقه تعرف شو أضرب سؤال بسألنا ليه صحافة انت عنديك أمل تجيك العادالة العادالة لقلي مش عمل العادالة حقه أنا بنتي أنا رفعية أنا تكسر بيتي أنا كنت متت وهو كان مت وأنا الشرع الجميزي وبيروت اللي هي مدينتي تدمرت هيدا حقي أنا مش مفروض أنا كون اليوم أنا وييه وهالضحايا ومكتبة الدعاء بلبنان وهالنجيوز اللي عم تساعدنا وناس متلكم متل لينا بوبس متل كتير عالم يكونوا حدنا بس هني عم بيصرخوا عطرقات وعم بيجربوا يعملوا فرق جربوا يقتلونا بأي عالم هيدا بتصير ما في سيناريو وما حدا بيعمل شي بيقلوا لك تتعمل تجيك العادالة أو لك رح تصير شو يعني انت ليش بدك العادالة انت ليش دابع انت شو رح يجيكم من العادالة انو ازا اجت العادالة شو بيصير فيكم محسابة محسابة يعني 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 ابسط حقوق نحصل عليهم لعنا بتليها كرفاهية معاك اه ابسط حقوق يو بيسألك بيسألك بأي بلد بيسأل هالسؤال انو مثلا اوكي انت ماشي على الطريق وحد اجرر شكك سكين وتاني نهار رح وسأله اهلك انتو شو بتكون من العادالة خير شو هالسؤال سكوت انو ما فيه ما حدا بيسأل سونشو انا تفاوتني هلأ باشية متافيزيكية يعني انو في ما فيه حق خير في حق ونحن عايشين ببلد وين الشعب ما بيفهم مفهوم الحق ومفهوق من الستيزن شب خير انت عايش ببلد وانت عايش ببلد وانت عايش بحقك الوطنية وعندك فيه وطنية وفيه لازم يكون عندك مسئولية تجاه حالك وتجاه ولادك وتجاه مجتمعك انو خير مش عايشين بالبرية ومش انو يلا قتلني ببيتي وصرق لمصريتي و قتلني بالشارع ورجع البرلمان ورجع البرلمان ورجع البرلمان بس انو انتو ليش نعم بالطالبة بحقكم لانو شو مستنظرين ما في عمل ما هنه هيك هيدا البلد يلا تكلع الله اه جبتو ولد برافو مبروك يلا الله كبير خلاص عوض لا ايه اكيد لا عوض صبي عوض لك صبي طلع صبي انو ليه لكن في يكون عندي ولد صح ما في شي بيعوض ماشي بيعوض ماشي بحياتي رح يعوض والعادلة ما رح تعوض بس كتر خير الله بس كتر خير الله هيدا الكلمة هيدا الكلمة هيدا الكلمة هيدا الكلمة هيدا الكلمة هودا قول بكرهها بس في كتير عالم كده عم بتقول انو دمر بيتي حدا مات بس كتر خير الله ان احنا بعدنا عايشين كتر خير الله هيدا الشي صار كتر خير انفلقت من هالكلمة لانو لما بتفكر بهالطريقة تنكر عن جد شو صار فيك طبعا محاسبة مهمة وانتو بتاع شوار اساسية لكل شي وللحدات للناس يقدروا يحدوا كمان اذا ما في محاسبة اذا ما في جواب عكل الاسئلة كلنا عم نسألها صلنا ثلاث سنين ما فينا نحد واذا ما فيك تحدة ما فيك تطلع من الوجع صح يعني كتير مهم يعني عم تحكي بالانكار هذي كالساعة هيدا اول خطوة من الحدد في خمس خطوات بديتوصلينو يعني اليوم كنا عم نحكي عن الحقيقة خلينا ما نعرف شو صار نهارتا بس في محاسبة للناس كانوا عارفين هيدا يلي كتير مهم هولي الناس يلي عارفين اليوم تخبون بالبرلمان مش مش هنه بس في كتير نص بلعانو عم تزقفلو عم بطيسلو بتشوفو بتشوفو انو حق يكون مع ايهانة ايهانة بس الفرق بفتكر بيننا وبين كتير من الشعب انو هل وقتا يشوفو هاية الشي بيقولو ها شفتو لبنان هيك ما في شي بيودي I told you so نحن وقتا نشوفك شي منعصب اكيد لانو بعد سنتين ونص من الانفجار نحن عم نتقدم اكيد بس قضاء بلبنان رجع لورا يعني بالقليلة كان عنا خمسة عشر وواحد محبوس ما بنعرف ازا مزنبا لا بس كان محبوس اليوم فقلوا كلهم اليوم ما في شي بلبنان ما عنا شي ما حدا محبوس ما حدا موقف ما حدا عم يشتغل مكتبة الاجعات عم يشتغل والقاضي بيتار عم يشتغل بس عم يجربوا ويقفوا كل مرة كل مرة ايه بيقرب شو نتقدم نرجع بيراجعونا نرجع بنتقدم بيراجعونا تب تريسي سؤال بس صار في خطوة لقدام مع سفارو ازا ماني غلطان كان في حكم طلعي النو هايدي الشركة اللي هي جيبت الامونيوم نايتريت على لبنان مسجل ازا ماني غلطان ببريطانيا كنت لازم تدفع كلمة تعويض او كومبنساشن ما حدث اذا كانت تخبرونا اكدر عن الموضوع الشركة سفارو هي الشركة اللي كانت مالك النيترات هي المواد اللي انفجرت تفجروا بهايضا نهار وياللي قدت لال ياللي صار رفعنا دعوة ضد الشركة ومكتب الادعاء مع شركة داكرت قدروا يوقفوا يعني اجربوا هن يقفل سواء للشركة بسرعة كانت تختفي كانت تختفي الشركة ووقفوا ووقفوا هالشي مكتب الادعاء وشركة داكرت قدرنا نرفع دعوة ضد الشركة واجينا حقنا لا تقول قدرنا انت وتريسي ولا لا نحنا نحنا ثلاثة عيال كانوا مشاركين بهذه دعوة ويطلع مننا تعويض المادة لليلي صار وبعد كل الشغل يلي نعمل طلعت طلعت مزن بالشركة وطلعت حكم عليها وهذا كان اذا بدك اول فوز حقيقة يعني صار فيه انه على قليلة صار فيه حكم معرفت؟ غير الشخصين يلي بسلا بلبنان رجعوا صاروا نوابنا بس هيدا هي نوابنا ما بعرف بس نواب 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 شعبك للأسف للأسف شقفة من شعبي نكون واضحين هيدا هيدا اول خطوة يعني ايجابية طلعت لنا من من اول من اول تفجير ما بعتقد كل الهدف والستراتيجية من ورا هيدا هيدا الكيس كانت انه بنا نقدر نعرف يعني بيسموها يعني بنا نقدر نتخطى مين هي الشركة لانه اوبيسلي هي شركة بدنا نعرف مين ان المستفيدين الاقتصاديين من ورا الشركة هنقدر نكمل بعدين نكمل نكمل وترانزاكشن هي كتير كبيرة نحن نعرف شو هي بس انه عليها كان فيه مسار قضائي وبنا نعرف مين ان المسؤولين ونطلع ينفذلك شوية كتير اصدا ايه كتير معقدة مدروسة كتير صير نيحة لالأسف ما قدرنا لحلق المصار ما قدرنا نعمل الاستراتيجية الاساسية ما وصلت لانه ما وصلنا لالألتيمت بلي بس وصلنا علي انه في حكم وهيدي اكتر شي باللسمن استفدنا منه انه عطت امل للناس وكل الناس يلي كانت طعم تقول وما رح نوصل وما متل العادة وهي ده لبنان واتكل على الله وكتر خير الله وقصص لا في حكم في حكم وراح نكمل ويلي صار من بعد شركة سافار وصار في غير كيس بامريكا كمان فتحت ضد الشركة يعني كانت هي مسؤولة عن البابور يلي جيب الشاحنة صار في كتير كيس كمان بأوروبا بيركب مومنتم غير الامل بينتنا في خلص صار في سوابق عم بتصير صار في سوابق وفينا نكفر قدام اما هاي عم نحصل على حقنا برات لبنان هاي سابيعا بتصير برات لبنان هاي دايشي دايما تخييسي بتقوله انه لو نحنا ما كان بدنا هيدا الشي هيدا لبنان بلدنا ولبنان صارت تفجير ما صار ببريطانيا وما صارت بامريكا او ببلجيكا و كان مفروض نجيب العدالة من لبنان وبعدنا من هيك نحنا بعدنا من ناضر لهيدا الشي بس ما فينا نترك الامر متل ما هو ويلا قلينا نتكلم على هيدالي ويلا هي ممسوكة من ايداننا مجرمين وفيزيين وحكمينها من نوعين سبب